أباحة الخيرة على كل المشاهدين في كل مكان مشاهدين تعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وعلى طول نبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وهنبدأ من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية في شارع رمسيس بيشهد بعض الكثافات الشوارع هناك فيها بعض الكثافات هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه المهندسين عليه كثافات مرورية أما شارع بور سعيد من نازلة أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة تعالوا نروح بسرعة لمحافظة الجيزة وتنشوف الطريق الدائري اللي بيشهد سيولة مرورية مع عدد بعض الكثافات عند بعض النازلات وخصوصا أو بخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي عليه ببعض الكثافات قبل طلعت الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك لو رحنا لشارع فيصل واللي بيشهد كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية تعالوا نروح لمحافظة إسكندرية فيها كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش فيه كثافات تانية متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية إنما نسبية شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة لو رحنا لأسوان وبدأنا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة بتشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لحد محطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية كمان فيه كثافات مرورية تانية في شارع الحددين والإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية خلصنا جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقصي النهاردة التقصي النهاردة هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء كمان فيه شابورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القنية وسط سينة وشمال السعيد درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 30 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 درجة وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 23 درجة ونتابع مع حضراتكم التقصي بالتفصيل بعد شوية